اعزائي في المقدمة لابد ان تعرفوا اننا نعتقد وساشير الى الادلة ان السنة اطلقت في كلمات النبي والائمة بالخصوص باطلاقات ثلاثة وما لم نلتفت اليها يقع عندنا التعارض قد يقول قال سيدنا ما هو ارتباط هذا البحث ماذا ببحث التعارض الجواب انت اذا ما تلتفت اليها تتصور انه يوجد شنو تعارض معه في الواقع ماكو تعارض لانه خلط ماذا اشتراك لفظي الاطلاق الاول للسنة هو ما يقع في في مقابل الكتاب هذا الذي ورد عندنا في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة ورد في كتب السنة وعدهم اصرار ان حديث الثقلين ما هو كتاب الله وسنة نبيه وراحوا استدلوا بكلمات امير المؤمنين وهذه من او من من اشد المغالطات نعم رسول الله امير المؤمنين في نهج البلاغة كما كان يقول كتاب الله وسنة نبيكم احنا من اعتقد احنا معتقدين بسنة احنا كلامنا حديث الثقلين وارد بصيغة وسنة وعترتي هشن خلط هذا بين المطلبين هم وجدوا في كلمات اصول الكافي كلمات الائمة كلمات امير المؤمنين كتاب الله وسنة نبيه قالوا اذا حديث حديث الثقلين ام ماذا لا ابدا لا ملازمة رسول الله في حديث الثقلين ارجع الى شيء وكتاب الله وسنة شيء اخر اذا الاطلاق الاول اعزائي يطلق السنة في قبال ماذا الكتاب واضح هذا الاطلاق اشتركوا في القناة